فالاستغفار والتوبة دي الحقيقة شيء جميل جداً ولابد الإنسان فعلاً يعني إيه؟ يعني ما يبعدش عن باب التوبة وباب الاستغفار دا دايماً دايماً يعني حتى لو هو ظن في نفسه إنه مش غلطان لا ما يدريك ما يدريك إن أنت سرحت في صلاتك مثلاً ولا ما قمتش على طول وصليت ولا ما صمتش الصيام الواجب إن أنت تلتازم به ما بريتش حد من أهلك مثلاً عليت صوتك على مامتك ولا على باباك ولا حد من أخواتك مثلاً أزيتم بحاجة ولا خدت حاجة مش بتاعتك يعني المواقف عديدة الإنسان طول النهار ويتعامل يعني معاملة مع الدنيا كلها فأكيد بيبقى في حاجات هنات كده ولا حاجة لما يستغفر ويطوب يا سلام إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً شوف ربنا بقى فأولئك يبدوا الله سيئاتهم حسنات أنت متخيلة أن أنت بالتوبة وبالاستغفار أن أنت كوم الأسفة يعني القمامة ده والقذورات دي والأعمال اللي بطالة دي تخيالي لما بتتوبي ولما بتستغفير ربنا بيبدلها حسنات وحسنات بقى سبحان الله أنت متخيلة عطاء ربنا بقى غير محظور عشان كده هو النفس اللي سبحان الله اللي يأمر بالسوق دايماً تقنت صاحبها تقول له أنت عملت كذا وعملت كذا يا سلامو أنت الكتوبة يا عم بقى فتقنته من رحمة الله وده في حد ذاته شيء معيب جداً الله ده الراجل اللي قتل تسعة وتسعين لكن راح لراجل يعني كده من الناس الطيبين فقال له آه هتروح في انت قتلت تسعة وتسعين ده عايز يعني انت متخيل اللي قتل فقاتله فيعني خلق ألمية شوف بس بقى لما راح لواحد عالم بقى عشان كده فعلاً إنسان يعني يلجأ لأهل العلم يعني مش أي حد ياخد منه فتوى مش أي حد يعني كده يتدرس معه لا لازم ينتقي قاله أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فبقول لحدك لما راح لعالم بقى قال له بص يعني إيه زي يغير الصحبة غير البلد غير المناخ اللي انت فيه أحياناً فعلاً الصحبة بتبقى غلبة يعني ممكن يبقى واحد سبحان الله ضعيف الشخصية لكن صحابه يقضوا إنه يا عم تعالى دخلك سجارة انت ما انتش راجل انت مش عارفة إيه يبتدي يتعلم وصغير بعد كده يعاني عشان حتى يتخلص من هذا يعني سبحان الله رفقة السوق دي هي اللي أحياناً بتودي الشباب لمهلكة لتهلكة يعني هو والعاذ بالله والعاذ بالله المخدرات دي والقرب ده اللي سبحان الله يعني لبعض الشباب وبعض الأسر بتعاني منه من ايه من صحبة سوق صاحب صاحب يعني سبحان الله يعني قوله طب بس جربت طب بس ايه انت عامل ايه فيه و هو يعني عشان يبدي للآخرين إنه هو يعني قوي يعني ايه بيزيهم و كده لكن فعلاً يتقي بقى عشان كده برضو في صورة الكهف واصبر نفسك عني احبس نفسك مع الذين يدعونا ربهم بالغداة والعاشير يدون وجهة ولا تعدوا عيناك عنهم تريدوا زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه الهوى بقى فبقول لحضرتك وزي ما قال سيدنا النبي إن الصاحب الطيب ده زي حامل المسك حتى لو ما اشتريتش انت كفاية بتستنشقي جمال ووريحة طيبة وعبق طيب غير بقى والعازو بالله الصاحب السيء زي نفخ الكير يعني حتى لو ما لكن كفاية بس ما ينفخ تلاقي سبحان الله توبك تأثر وغباره وعي أثر على حواليك كمانا والعازو بالله فهنا برضو يعني بقى إحنا خدنا علاج برضو هدي النفس علاج ليها يعني النفس الأمارة بالسوق قدامها مخارج كبيرة يعني ربنا سبحانه وتعالى رحمته واسعة واسعة كل شيء إنه هو سبحان الله أولا يتوب يستغفر يراجع نفسه يرجع بقى للنفس اللي هي التالية بتاعته اللي هي النفس اللوامة أول درجات أول درجات إنه هو بس يعرف إنه غلطان بهنا بالتوبة بقى سبحان الله ربنا يبدل السيئات حسنات إنه بعد كده سبحان الله ينتقي الصحبة الصالحة ينتقي يتدي بقى الرشدة اللي عمل هنا سيدنا النبي الذكر صلاة والسلام ألا بذكر الله تطمئن القلوب يعني تخيير لما يعني أحد الناس الصالحين كان في بداية الطريق كان يقول إيه بس أكثر من لا إله إلا الله وبتتكي على كده على إلا الله لا إله إلا الله لما تردد كده حتاعي إن فيه رب وفيه إله سبحان الله إذا كنت انت ناسيه ومش نسيكي لأ سبحان الله هتقفي قدامه وعملك هنا اتنين كده سبحان الله ملايكة سبحان الله عملك يعني يعني حماية بالليل وبالنهار ملايكة بتعقبوك عشان خطر إذا تبتي إذا عملت استغفرتي على طول تمحي الذنوب عند الكفرات كتيرة بأن انت كلمة طيبة بصدقة بسبحان الله بعلمة ينتفع به الآخرين الصدقات متنوعة سبحان الله فبقول لحضرتك في منهج عشان خاطر ما يبقاش فيه قنوط لا يقنط من راح وحلاء إلا القوم اللي ايه الكافرون فسبحان الله عندنا نمازج طيبة وعندنا يعني علاج لهذه النفس الحقيقة المؤذية يعني الواحد كان سمع حدستين الحقيقة الاسبوع اللي فات وأنا تقلمت جدا الولاد اللي خلصوا مدرسة دول وابتدوا يدمروا في الفصل ويدمروا في المدرسة ويدمروا يعني ده سلوك معيب يعني الحقيقة اللي بد الأسرة هنا تبتدي تربي ولادها على إن فيه يعني المفروض إن فيه يعني حاجات الملك الدولة أو الحاجات العامة دي الحاجات الخاصة الممتلكات الخاصة دي ممكن صاحبها يعفو عنك لكن الممتلكات العامة دي اللي بتاعت الشعب بتاعت الناس انت تتخيله كل واحد احنا عندنا 100 مليون انت متخيلة بقى انت قسأتي لهذا العدد اللي هو سبحان الله مجتمع صغير اللي هو عايش فيه بعد كده هيدمر المجتمع الكبير جدا